أهلا بك دكتور وعد يعني إحصائية هذا العام للانتحار مرعبة وزارة الداخلية تقول إنها ارتفعت إلى أكثر من مئة حالة عن العام السابق بوقع أكثر من 770 منتحر كيف تقيم هذه الإحصائية الصادمة من زاوية اجتماعية مساء الخير عليكم وعلى مشاهدي وتيفي الحقيقة رقم صادم كما ذكرت ارتفاع هذه الأعداد الكبيرة من المنتحرين يدق ناقص الخطر في المجتمع العراقي لأننا لم نشهد هكذا ارتفاع بهذا الرقم والمصيبة الأكبر أن يكون هناك حالات أخرى للانتحار غير مسجلة في هذه الإحصائيات وهذا ما يحصل في أماكن عديدة إذ يخفي أهالي المنتحرون سبب الموت على أنه انتحار لأن هناك قصم اجتماعي على ظاهرة الانتحار عموما ولا سيما على انتحار النساء خصوصا هذا الرقم الكبير كما ذكرت يدفعنا إلى الاهتمام أكثر بالأسباب الموجودة خلف هذه الظاهرة الخطيرة طيب يعني سيد وعد دكتور وعد وزارة الداخلية أوسط المؤسسات التعليمية والاجتماعية حتى والإعلامية أيضا بأخذ دورها في مواجهة الانتحار هل يسجل ازدياد حالته فشلا مؤسساتيا أمام قرار إنهاء الحياة بالتأكيد هناك فشل مؤسساتي كبير نحن نعاني في العراق من توالي الأزمات نعاني من تراجع في أدوار المؤسسات عموما وأختارها المؤسسات التربوية والمؤسسة الدينية لا بل أن المصيبة الكبرى هي في المؤسسة الأسرية نحن نعاني من انفصام اجتماعي كبير على مستمر المجتمع ككل هناك انفصام في العلاقات الأسرية هناك انفصام داخل العلاقات في المجتمع هناك فجوة كبيرة تحصل بين الأبناء والآباء هناك ضغوطات كبيرة تحصل على أبناء المجتمع من خلال ازدياد هذه الأزمات الواحدة والأخرى وهذا بالتالي سيشكر ضغط كبير على أبناء المجتمع لا سيما الشباب والنساء الذين يكونون هم الحلقة الأضعف وكما تشير إحصائات الداخلية هناك نسبة 68% تقريبا هم من الشباب تحت 30 سنة أيضا إحصائية لوزارة الداخلية ذكرت أن أسباب الانتحار تتوزع بين الاضطرابات النفسية العنف الأسري الوضع الاقتصادي والأسباب الدراسية هل هناك أسباب أخرى خصوصا أن الإحصائية سكتت عن جرائم لغسل العار تسجل على أنها حالات انتحار بالتأكيد الانتحار لديه أسباب كثيرة كما ذكرت هناك أسباب معلنة وهناك أسباب كثيرة مخفية أنا مثلا أجريت دراسة عن الانتحار في عام 2005 عندما كنت في جامعة السليمانية عن انتحار النساء حرقا في كردستان أظهرت هذه الدراسة أن هناك الكثير من الأسباب التي تتعلق بالجانب الاجتماعي والعائلي والجوانب الأخرى التي تتعلق بالشرف وغسل العار لكن المشكلة هو أن المجتمع يسكت عن هذه الحالات ولا يذكر الأسباب الحقيقية وراءها وهذا هو جزء من الأسباب التي تساعد على ازديادها لا بد أن ننتبه نحن في المجتمع لماذا تتصاعد هذه الأرقام لا بد أن يلتفت الأهالي والمؤسسات والدولة أولا إلى هذا الخطر الجديد الذي يضاف إلى الأخطار الأخرى كالمخدرات والمشاكل الاجتماعية الأخرى كالطلاق وغيرها الأرقام جميعها في تصاعد والدور الحكومي نراه ضعيفا للأسف والدور المؤسسات الأخرى هو أيضا ضعيف نحن بحاجة إلى حملة كبيرة تقوم بها جميع المؤسسات ابتداء من المؤسسة الأسرية وانتهاء بأكبر المؤسسات التي هي مؤسسات الدولة هذه مسؤولية اجتماعية جميعنا نتحملها من الضروري جدا أن نعرف الأسباب الأخرى المسكوت عنها الأسباب التي ذكرت كما هو معلوم الأزمة الاقتصادية أو الاكتئاب هذه الأسباب المعروفة للانتحار لكن الذي يخوفنا أكثر هو الأسباب غير المعروفة المسكوت عنها كما ذكرت لأن السكوت عن هذه الأسباب والجهل بها سيؤدي إلى ارتفاع هذه الأرقام مرة أخرى وسنكون للأسف في السنوات القادمة أمام أرقام أكثر إخافة لنا وأكثر إرهابا لنا لأنها في تصاعد مستمر دون حلول لهذه المسببات إذن جزيلة شكر لك أستاذ علم الاجتماع في كلية الأداب بجامعة الموصلة الدكتور وعد إبراهيم اشتركوا في القناة